السلام عليكم متابعين الكرام فوائد البصل للمعدة والقولون ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات ثوائد البصل للمعدة والقولون كثيرة ومختلفة حيث يعتبر البصل من الخضروات المفيدة جدا لصحة الجسم بشكل عام يحتوي على المزيد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ومن أهم هذه العناصر الألياف الغذائية مضادات الأكسادة والالتهاب وفيتامين ألف بالإضافة إلى نسبة عالية من الماء وفي هذا الفيديو سوف نقدم لكم أهم المعلومات عن فوائد البصل للمعدة والقولون فوائد البصل للمعدة والقولون يحتوي البصل على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة المعدة والقولون والأمعاء بشكل عام ولذلك نجد الكثير من الفوائد الصحية له منها ما يلي يساعد البصل في الوقاية وعلاج سرطان المعدة والقولون وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسادة والتي تعمل على حماية الخلايا من الأكسادة بفعل الشوارد الحرة يعمل البصل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وذلك لأنه يحتوي على بعض الألياف الغذائية مثل البروبيوتك والتي تتغذى عليها البكتيريا النافعة في الأمعاء وهذه البكتيريا هي المسؤولة عن صحة وسلامة الجهاز الهضمي يحتوي البصل على الألياف الغذائية البروبيوتك والتي تتغذى على البكتيريا وتعمل على تحويلها إلى أمعاء دهنية غير مشبعة قصيرة السلسلة مثل الإيستات والبروبيوتك والتي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقليل الالتهاب وتحسين الهضم فوائد البصل الأحمر للمعدة والقولون يعتبر البصل الأحمر من الخضروات المفيدة لصحة الجسم ومن أهم هذه الفوائد ما هي لي يعمل البصل الأحمر على تقليل مستوى الكلسترول في الدم وذلك لأنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تعمل على خفض مستوى الكلسترول السي وزيادة مستوى الكلسترول الجيد يقلل فرصة الإصابة بالالتهابات بشكل عام وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والالتهاب يعمل على تحسين صحة خلايا الدم الحمراء وذلك من خلال تجديدها وزيادة أعدادها تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يعمل على تحسين صحة وكفاءة وعدد خلايا الدم الحمراء يحتوي البصل على مركبات الكبريت التي تعمل على خفض مستوى الكلسترول السيء في الدم وبالتالي الوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين وتحسين كفاءة القلب فوائد البصل الأبيض للقولون والمعدة البصل الأبيض هو عبارة عن نوع من البصل ينتمي إلى العائلة الزنبقية يحتوي البصل الأبيض على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والتي تكسبه الكثير من الفوائد الآتية يحتوي البصل الأبيض على مجموعة كبيرة من المعادن المفيدة لصحة الجسم مثل الكالسيوم والذي يعمل على حماية الجسم من الإصابة بها شاشة العظام يحتوي على البوتاسيوم الذي يعمل على حماية القلب وعنصر المانجنيز كما يحتوي على كمية قليلة من الحديد والذي يعمل على حماية الجسم من فقر الدم وتجديد خلايا الدم الحمراء يعتبر البصل الأبيض مصدرا غنيا بفيتامين سي الذي يتميز بالكثير من الفوائد منها حماية خلايا الجسم من الأكسدة تعزيز انتصاص الحديد زيادة المناعة والقدرة على مجابهة الأمراض وإنتاج الكولاجين وتجديد خلايا الجلد يحتوي البصل الأبيض على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تعمل على حماية خلايا الجسم بشكل عام من الأكسدة بفعل الشوارد الحرة كما أن مضادات الأكسدة تعمل على منع أكسدة الكولوسترول السيء وبالتالي تقليل مستوى الكولوسترول السيء والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية يحتوي البصل الأبيض على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والإرتهاب وبالتالي فإنه يلعب دورا مهما في تقليل حدوث الإلتهابات وعلاجها فوائد أكل البصل للرحم يتميز البصل باحتوائه على العناصر الغذائية المفيدة وتتركز العناصر الغذائية في القشرة والتي تعتبر مهمة جدا وبعض هذه العناصر مفيد للرحم مثل فيتامين A وB وK ومن أهم فوائد أكل البصل للرحم يستخدم في تقليل التهابات الرحم والمهبل يستخدم في علاج والتخلص من آلام الدورة الشهرية مثل المغص المعروف يعمل على تقليل حدوث الإجهاد في المرأة الحامل وتقليل خطر الإصابة بالولادة المبكرة يمنع حدوث مشكلة تكيسات المبايض يعمل البصل على تقليل الالتهابات التي تحدث في عنق الرحم وإلى هنا وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو بعد أن قدمنا لكم أهم المعلومات عن فوائد البصل للمعدة والقولون فوائد البصل الأحمر فوائد البصل الأبيض وفوائد أكل البصل للرحم نتمنى أن ينال إعجابكم إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعم